كي الناس اللي عندهم إحكام نهائية بالحبس مثلاً نعم واستهزة في الأمر يجي خارج يحكموه في المطار نعم إذا كان ديفيزة وهذاك الحكم ذاك يحكموك في المطار لأنه عندك حكم قضاء ويجيبوك من ثم ويديك لك وحنا ديما ننبه الناس تبعوا القضايا تعكم ما تستهزاش نعم عيطت لك الشرطة امشي شوف وش كان عندك ميلف في الشرطة ما تقعدش كثير من ناس يقول كان ما عيطوليش يا أخي ما عيطوليش إما غلطوا في العنوان إما نسوك إما تعمدوا ما يعيطوليش بس حنتا ما يحميك شو القانون امشي تبحث على القضية تعك عندك قضية في الشرطة تبحها كي يخد تبع تقعد عشرة اليام 15 نرجع للشرطة قال ميلفتاعي مشى العدالة ولا ما مشى ومن حقك تطلب تاريخ الإرسال ورقم الإرسال اللي يبعثوه للنيابة باش تروح للنيابة تبع قضيتك ولا كلف محامين تاعك تاع العائلة نعم يتبع لك قضيتك إما أنك تالشرطة سعيطولك سمعوك على ميلف على قضيك بسرقة ولا كذا ولا كذا ومن بعد تروح خليها الدولة تعيطلي هاي الدولة جاوحو سواليك ما لقوكش النهاركي جالوي سيبلغك ما لقحت واحد في الضر العائلة ما كانش ومن بعد تقعد عامين تجي خارج باش تروح العمرة يردوك من المطار راحت العمرة ولا راح الحجة تاعك نعم لأنك خرجت في الفيشية تاع الرباف تاع شرطة الحون إذن ما تستهزاش عندك قضية تبعها يا أخي تبع قضيتك وما تعويش تقول ذوك يبعثولي ذوك يبلغوني وما تجيش تقول من بعد أنا ما على بليش كثير من الناس يجيوا الدر كل الشرطة للدار يفتشوا في إطار قضية وراه ولدكم ولدنا راه غايب يجيوا قولوا له يجينا قولوا له ومن بعد ما يروحش ويتفاجأ من بعد بحكم غيابي فيها أمر بالقرب القانون لا يحمي المغفرين في هذه الأمور نعم